It is better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction I will save things for you I will try to generate things like this I will likely to put a lot of things in the way I want to load I will try to help all my products أنا أضيفها أشوفها تفيدني ومن تندز ذي شي الكاملة إن شاء الله أهم أشوف شنو بعد أكو أشياء إضافات ما شرحت هي أرجع أضيفها من جديد أسوي لها فيديو وحده أي إضافات أسوي لها فيديو وحده فأس أنا أحاول أشرحها ما العامش أسوي حتى ما أتأخر عليكم حتى تقروني قبل أن أخذ محاضرة جديدة وأنه بتتراكم فهي صراحة على موتكم نبدأ أول شي وهي أهم شي تقريبا anatomical localization of the legion هسا هذا اللي راح أشرحها شون تعرف ال legion بيام وكان فهي موضوع شوي يعني يعني هو سهل إن شاء الله سهل راح يصير بس يعني متعب يعني خاصة أنا تعابت يلا يلا حاول جمعته هواي أشياء يلا نحاول نطلع بشي يفيدكم زي نبدأ هسا يعني هاي epidemiology multi disorders يعني مثل most common brain disorders in the United States السيطروك إذن السيطروك هي المost common neological disease اللي هي brain infarction يعني infarction زي السيطروك يعني الاكوفلينت بالheart myocardial infarction بالbrain والسي ان اس أسميها سيطروك زي هاي هي المost common تقريبا one third تقريبا إذا تلاحظون ثلث one third neological disorders اللي خاصة بال United States السيطروك وراها تجي traumatic brain injury يعني التروما واللي تسوي لك عادة brain hemorrhage تسوي epidural hematoma sub-dural hematoma intracerebral hemorrhage sub-arachnoid hemorrhage الى آخره هاي لتروما تروماتك إذن أول شي السيطروك وراها ييجي لتروما وراها يعني تتوزع مثلا Alzheimer disease epilepsy seizures زي واخو disorders شوية يعني تعتبر rare بالمقارنة لكن المost common السيطروك والتروما واللي هنه ذني هنه أهم شي لأنه هنه ذني they are emergency زي فهيش قد aneururgical disease طبعا مو يعني مو قليل يعني يصيب أكثر من مليار effect over one billion يعني أكثر من مليار شخص بالعالم هو affected in some way or form by aneururgical disease وستروك قلنا المost common من الـ global death 14% ومو قليل هالشي هم أكثر شي الـ stroke والـ trauma traumatic brain injuries من الـ global burden of the disease 12% يعني هاي epidemiology يقول لكم أنه تعرفون they are not rare they are in fact common وشن الـ communist السيطروك يجي وراها التراما وبعدين الـ الزهايمر وإبليبسي وآذرز طبعا الـ brain هو في structure رح نشوف أنه وزنة أو نسبتها من total body يعني مو كل شوائق قليل 2% يعني يعني كيلو وربع تقريبا 1300 لـ 1400 غرام يعني كيلو وربع أكثر شوية 1300 1400 غرام يعني فقط 2% لكن رغم هذا يستلم 20% من وكاردياك output فالبراين بس ينقطع عن السبلاي رح يصير رح يصير ستروك يصير انفاركش وهي مشكلة فالفكرة أنه يعني ويار ديالن ويد يعني فالستركش ذات نييد كونتيني السبلاي أوف بلود اشقد يعني السرابر الـ كل ميتة غرام من البراين هو 1300 إلى 1400 كل ميتة غرام من عنده بالدقيقة الوحدة يحتاج 55 مل بلود فلو يعني هال بلود فلو 55 مل بالدقيقة للميتة غرام زين والبلد جلوكوز هم 55 للميتة غرام بالدقيقة يعني يحتاج كونتينيوس بلود جلوكوز وبلود فلو وهذا الأكسجين كونسيبشن ما تعي فتش بس الفكرة اللي نوصلها انه يحتاج كونتينيوس يعني الدمان مات عالي الستورج مال للبراين لغلوكوز خلال دقيقتين يخلص لذلك الهايبو غليسيم is very dangerous الأكسجين within seconds إذا خلص رأسنا رح يصير رح يصير رح يصير نيولوجي ديفيسيت رح يصير براين دامج زين فحاي الاشياء يعني الفكرة انه البراين يحتاج كونتينيوس بلا السبلا الستورز مات تخلص بسرعة فهو في شي يعني demanding مو سهل يقولك انه طبعا هسه رح نشوف انه هي الفكرة انه هسه احنا بهواية براين ديس اردرز انه انه البراين لانه انت تحتاج بسرعة تلحق عليه وعندك الامجينج والت كلها تحتاج وقت فممكن يصر مشكلة عندك بالدايغنوس او شي فهي يعني هسه هذا انت حتى تسوي يعني مثلا ادقش البرين هو الامار اي الامار اي تايم كونسيوم يحتاج وقت لذلك احنا قلنا بالامار جنسي من سوي امار اي نفطر شنسوي سيتي سكان سيتي سكان كدقة يعني كوضوح اقل من الامار بس هو اللي نستفاد منه بالامار خاصة لالتراومة يعني بحالة امرجنسي استخدم سيتي سكان طبعا زين وبس ان جنرال تسكنها تحتاج وقت بينما هو البرين والدامج يصير بسرعة فهي بعض المشاكل اللي تصير عندنا مرات زين still does not substitute the clinical diagnosis so skillful approach to the diagnosis is essential بما انه البرين we are dealing with something that يعني ممكن رأسا يصير بي دامج وان التست مات الانفستيجيشن تاخذ وقت فمن هو افضل بديل هو افضل شي هو الهيستري وال الهيجزاميناشن فالكلي لذلك ليش السرح ندرس يعني سواحد يقول اتشكد التعب نفسك وتدرس هذا الليجن اذا بها المنطقة هي يجي البيشن وهذا الليجن اذا بديت المنطقة هي يجي البيشن خوة سوي الهيجزامي وفضل السالفة ممكن احنا الهيجزامي تايم كونسيومي وهذا البيشن امرجنسي لازم يلحق على البرين مات فادرس هسا هذن الكلينيكال فيتشار والهيستري والإكزام حتى اي دايجنوز دايجنوز دايجنسي از رابد از اي كان فهي الفكرة اللي احنا اللي نسوي هاي المحاضرة كلها على مده السالفة حتى ننقذ البرين نعرف شون الفنكشن ما الكل مأهس هي الفكرة شون احنا رح نحدد الالوكي رح اعرف لان نيرف سيستم هاي لي سيشيلايز كل بارت الى فد فنكشن معين فبن يصل لوس فنكشن رح تجيك فد مانفستيشن معين احنا لازم علينا نعرف انه الليجن وين هذا الليجن بالكورتكس لازم ناخذ الفنكشن زمان الكورتكس وهس رح نعرف ان الكورتكس رح اقسمها الى لوب فرونتال لوب برايطال لوب تمبرال اوكسبتال كل لوب الى فنكشن معين وهذا ياهو دي احتي عنا عن الكورتكس هاي دي احتي عن الكورتكس تمام فالليجن بالكورتكس رح يطيني هيش مانفستيشن اللي بالانترنال كابسول والدسندن تراكت الوايت متر تراكت الهفد فالشي معين الثلمس بيزال غانجلي وحاكذا فكل منطقة من دني المناطق الها فت فنكشن معين فرح نعرف الفنكشن حتى نعرف الليجن شون رح يجي زين وانت احنا ندرس النيورولوجي ونيورولوجي مو بس ندرس الـ يعني البرين وال لا حتى البريفرال نيرف حتى المسلز ليش لان المسلز يغذيها نيرف همين شلون تجي مو بس السي انس فهي ها الفكرة هس نحن 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 لتحاول الوقت نحن نحن الكورتكس طبعا الكورتكس هنان شون اعرف هذا الليجن بالكورتكس لازم طبعا رح اقسم الكورتكس الى ملتبل لوبس هني عدي هنان فتش اسمه سنترال سولكس هذا سنترال سولكس راح يقسم لي الى فرونتل اللي قدام هذا هو فرونتال لوب هذا عند البرائتل لوب تمام وهذا هو الأوكسبتال وهنا عند التمبرال تمام التمبرال زي وهذا عدي فشر ثاني هذا هو هذا البرائتل سولكس هذا البنس اللي يفصل لبين الفرونتل والبرايتل وعدي هاذا هذا هو اللي يفصل للتمبرال عن الفرونتال من قدام والبرايتال من وراء زين كل لوب الافت فنكشن هنا جاي يحكي عن شنو كورتكس الاوتر موست لاير راح نشوف هسه مثلا هسه راح نتفصل ان شاء الله بيه انو الفرونتال لوب انجران الفرونتال لوب هو طبعا اللارجست لوب الفرونتال لوب اللوب اللي يخليك انت انت كشخص يطيك البرسوناليتي يطيك الاموشن يطيك قدرتك على التفكير يعني يعني اتخاذ القرارات الشخصية شخصيتك الشونة يعني الكايندنس الاقراشن يعني شخصيتك it is the lobe that makes you who you are هذا هذا دور للفرونتال لوب نفس الوقت الفرونتال لوب بمناطق طبعا راح نشوف انو مثلا اكو منطقة هنا هاي المنطقة مثلا هي يسموها الـ primary motor cortex او اللي يسموها الـ pre central gyrus الـ pre central gyrus احنا مو عدنا هذا هو الـ central sulcus فاللي قدامه هاي يسموها الـ pre central gyrus هاي الـ pre central gyrus مثلا هاي هي الـ Primary Motor Cortex تعتبر هي اللي مسؤولة عن Voluntary Motor Activity زيان Voluntary Motor Activity مثلا هاي الموتر رح نشوف هسا مناطق متعددة اذا رح نشوف واخو Pre-Motor Area وهاي كلها رح نحجيه وحدة وحدة فبس هذا اللوب اللي يخليك انت هو ايضا مسؤول عن موتر رح نشوف Voluntary ويا موتر الـ Voluntary مو الـ Involuntary الـ Voluntary اللي انت السيطر عليه زيان فيطيك الـ Emotion يطيك الـ Reasoning قابليتك على التفكير والـ High الـ Speaking هم الى دور ليش اكو في منطقة هنانا يسموها Broadcast Area هاي هي اللي مسؤولة عن Speech هاي هي اللي رح تطي عاز المسؤولة عن Speech عن الكلام Language هاي الـ Broadcast Area وبعدين نحجي بيها اكثر تمام هاي in general الفرون طلوب شي يسوي زيان الـ Parietal Lob هاذا شنو هاذا الـ Parietal Lob هاذا رح نشوف الفرونطال كان motor Voluntary motor الـ Parietal رح نشوف Sensory يعني هنانا هاذا مو Central Sulcus قدي هنانا Post Central Gyrus هاذا الـ Primary Somato Sensory Area أو Cortex فرح نشوف انه هاذا Sensation مسؤول زيان مسؤولة عن sensation رح نشوف انه اكون منطقة بي هي مسؤولة عن reading هس رح نحجيها بعديا reading فالقراءة زيان reading وهس رح نحجي أفصل لكم شون رح المسؤول الـ Parietal Lob عنه reading والـ Orientation الـ Orientation يعني احساسك بالمكان انت هس تعرف نفسك حاليا in which space بيا مكان يعني عندك orientation للـ Space اللي انت بي زيان إذن sensation وهم تفرقة اليمين عن اليسار وهي شوية شوية نتفصل بيها اكثر حتى تعرفون شنو المقصود بس فكر ان الـ Parietal Lob مسؤول عن sensation مسؤول عن orientation مسؤول عن reading هذا مو بس هذا mathematics يعني الماثماتيكس الرياضيات ما رياضيات رح نشوف وهنا تفرق اكو dominant lobe dominant بي function يختلف عن non-dominant رح افصل لها لكم هاي بس overview الـ Oxybital Lob لا هذا ال-vision والcolor perception هذا مسؤول عن ال-vision ال-Tembral Lob رح نشوف انه هذا ال-hearing زين السمع understanding the language ال-language يعني ال-language بيها وايش ال-speaking يعني الكلام اللي انت تحكيه قلنا يعني how to produce the sound ال-broken area اللي موجودة هنا بال-Tembral اكو منطقة يسموها ال-warenix area هاي اللي يفهم الكلام ال-comprehension ف-Tembral Lob عندي ال-hearing رح مسؤول عن ال-hearing understand comprehension اللي هو ال-warenix area رح نشوف زين المماري كل اللوب ممكن الها دور بالمماري فالمماري is not specific مثلا ال-Tembral اللوب مسؤول عن specific form of memory يسموها ال-verbal memory يعني تذكرك للكلمات verbal words زين ال-frontal اللوب مسؤول عن different type of memory فالمماري فالشي نانا specific حقيقة كل اللوب ممكن contribute to memory in some way or phone ف-Tembral اللوب دائما من سمعة تفكر بال-hearing تفكر بال-hearing تفكر بال-balance مو ال-hearing and balance هم يعني زين وهذا بعدين نحن نتفصل بها أكثر زين ال-balance أيضا السيربل أيضا مسؤول عن ال-balance just like يعني temporal اللوب يدخل دور بال-balance بس مين لل-balance السيربل كل مهم السيربل ك-coordination of movement ينظم لك الحركة يسوي tuning للمسل بحيث حركتك تكون smooth تمام brain stem رح نجيها ونشرحها بالتفصيل زين هذا fit over view زين هاي همينا هسا شوف هسا رح نشرح لكم شون دا تصير دا تصير دا تكون حين هذا in general طبعا التمبرال لوب أيضا smell حمل عن إنساه يعني all faction smell أيضا يدخل بي التمبرال لوب هسا رح نيجي واحد واحد ونفصل حتى نعرف أنا إذا صال نيجي بال frontal لوب إش يجي ال patient تمام إذا بال barital إش يجي هاي بس فد overview إلكم سريع زين خس نيجي ونشوف رح نيجي واحد واحد إن شاء الله هسا خل نبدأ أول شي بالfrontal lobe الفrontal lobe إحنا قلنا ال pre-central area ال pre-central gyrus اللي هي هذه هذا هو central sulcus وهذا هو pre-central gyrus primary motor cortex هاي إذا ضربت primary motor هاي إش مسؤولة هاي هي المسؤولة على voluntary motor هاي سنأخذ وحدة وحدة ونشر نيجي ال primary motor cortex أو اللي يسموها broadman area 4 اللي هي pre-central gyrus اللي هسا شوفتكم إياها هاي اللي هسا حواطناها بالأسود هاي هاي مسؤولة عن voluntary muscle movement إذا ضربت ش راح يصير الpatient عنده muscle يعني يصير عنده muscle weakness زين ممكن هاي weakness كلش ممكن هاي weakness قليلة أسميها hemiparesis أو هاي المuscle weakness كلش سيفير أسميها paralysis hemiparesis أو hemiplegia إذا low hemiparesis إذا weakness مو كلش يعني أكو weakness بس مو كلش يعني قوية يعني مو كلش أكو نقصان بال muscle movement إذا severe weakness أسميه hemiplegia تمام بس لازم تعرفون أنه أنا وعد يحس مناطق راح نشوف internal capsule إذا ضربت ممكن يسوي hemiplegia أو hemiparesis الbrane stem إذا ضرب ممكن يسوي hemiplegia أو hemiparesis حتى the spinal cord زي عاش شون أعرف هذه اللي ضربت حس إجان البيش hemiplegia أو hemiparesis عند مص weakness أو مص paralysis شون أعرف هاي الكورتكس هي اللي ضربت عندك هاي الطرق الاسوسييت السيمتم اللي راح نحتي يهس وبنفس الوقت أكو فالش يميز الكورتكس إذا الكورتكس نضربت إذا الكورتكس نضربت إحنا لازم نعرف إنه الكورتكس شون مرتبة مرتبة بهيش طريقة upside down يعني upside down يعني هس هذا مقطع كورونا الآن غاص صنبرين إنه مثلا اللي مرتبة وين بالmedial side تمام يعني upside down الجزء السفلي من الجسم صغير medial أو لي فوق زين الجزء العلوي من الجسم بالعكس صغير laterally ولي جو تمام ف upside down بالعكس فهي لازم تخلوها ببعلكم هاي الorientation يسمو اللي humanaculous أو هيد شي إنه ترتيب الجسم upside down زين يعني هذا الجزء الأسفل من الجسم صغير medial ولي فوق والأعلى من الجسم laterally ولي جو الكورتكس إذا ضربت هسا إذا infarction فاللي يميز الهميبلاجيا أو الهميباريس اللي تصير إنه هي راح تصير بمنطقة من الجسم أكثر من غير ها يعني مثلا صار infarction هنا صار infarction هنا مثلا ش راح يصير هنا راح يصير هميبلاجيا الهاند مثلا والأبر اللي نفرض هاي المنطقة نضربت خلي نفرض الشولدر الهنا الهاند والأبر لمب مثلا أكثر من اللاور لمب حسلا اللاور لمب هنا كأنه not affected في cortical infarction من يصير بها يعني إذا صار cortical lesion الهيميبلاجيا والهيميباريس اللي تصير هي توزيع ما يكون بالكامل لا راح تصير منطقة أكثر من الثانية هذا الشخص حسلا صار عنده cortical infarction يعني نفرض يعني مثلا هنان اللي يجي نصار هاي المنطقة نضربت اللي هي تقابل هنان مثلا زين هاي راح يصير بال upper limbs weakness أكثر من lower limbs يعني تشوف الpatient يمشي lower limbs شغالة ما مضروبة زين شغالة وما مضروبة بس الهاند مات عنده عنده paralysis أو هيميبلاجية مو الهاند مثلا affected upper limbs affected اكثر تمام affected اكثر بينما الpatient زين احنا ش راح يصير هذا الكورتيكس بينما احنا ش راح يصير هنا مو descending fibers descending fibers راح تنزيل من هاي المنطقة وتنزيل هنا زين اذا صار ليجين مثلا هنا اللي هي بال internal capsule لا هاي كل ال fibers راح تنضرب فرح تلقي ال internal capsule ضربت يصير هميبليجيا و هميباريسي يسموها dense dense زين هاي مو بال cortex هاي بال internal capsule dense يعني هي high خلاص upper part upper limbs and lower limbs كلها مضروبة بنفس degree فيصير عدة ش انو هميبليجيا و هميبار dense يعني upper limbs and lower limbs affected in the same degree ليش لان هي fibers هنا جمعت بينما بال هي متوزعة فيجوز هنا صار cortical lesion زين فبس الابر بس الابر او الابر اكثر من اللور الا اذا extensive infarction بحيث هاي كلها الكورتيكس انضربت و هذا unlike زين زين فحيفرقوها اذا cortical hemoblygia و hemiparesis راح تكون بالابر مثلا اكثر من اللور او باللور اكثر من الابر حسب بالمنطقة اللي يصير به infarction زين اذا احنا نحن عن primary motor cortex هاي اللي تطين الكورتيكوس هاي منعدها راح ينزل corticospinal tract اكيد corticospinal tract راح ينزل منعدها تمام زين فش راح يصير عند البيش انضرب contralateral طبعا انتو تعرفون كل شي بالعكس يعني اذا انضرب left hemisphere left corticops انضربت راح يصير hemiplegia او hemiparises بالرايت side contralateral contralateral بالرايت side تمام اذا هاي خلوها ببالكم اذا ضرب left يصير بالرايت اذا ضرب right يصير بالرايت وقلنا راح يصير الابر اكثر من الابر حسب المنطق يعني not dense مو dense مساوية لا تمام هاي خلوها ببالكم زين الفرونتال لوب همين بمنطقة يسموها paracentral lobual هاي زين هي هنان من بين منها منها متبين هي صار بالmedial side يعني من اقص البرين اشوف المedial side مات هاي مسؤولة عن تسيطر على المecturation والدفكيشن يعني البيشن هنا اذا انضرب الفرونتال لوب مات وانضرب الparacentral lobual ممكن يصير عند urinary incontinence او حتى fecal incontinence هاي معلومة لكم يعني ممكن اللي اللي تضرب الفرونتال لوب ممكن اذا ضربت الparacentral lobual يصير البيشن عند urinary incontinence وfecal incontinence هاي خلوها ببالكم هاذا البرائماري موتر ازيان اكو قدام هاي هاي البرائماري افتهامنا خلصت نيجي البريم موتر البريم هاي المنطق البريم موتر هاي هي البريم موتر هاي البرائماري موتر مسؤولة عن الاكسيكيوشن عن التنفيذ من هي اللي هي اذا البرائماري موتر كورتكس انضرب خلص انت صار عدك همي بليج همي باريس صار عدك موتر ويكنيس زين باراليس او اما البريم موتر هاي مسؤولة عن بلانينج هي اللي تخطط الحركة قبل لأنت تنفذه ابراكسي يعني البيج يعني هو ما عنده باراليس وانما ما يقدر يؤدي الحركة لانه شون ما يعرف يسويها يعني فتح حركة هو بالسابق يقدر يسويها مثلا يشيد قيطانه يشد القيطان والحذاء مات هاي فتح حركة سكيل فل تحتاج شوي سكيل هو بالسابق ما عنده مشكلة بس انضربت البريموتر شنو صار عنده ابراكسي بعد ما يقدر يشد حذاء يعني ما يقدر مع انه هنا بشرط لازم الحركة هو يعرف سابقا يعني مو عنده مشكلة انه ما متعلم ها لا فالشي هو متعلم ويعرف يسوي بس حس بعد ما يقدر ما يقدر يسوي بلان له هاي يسموها ابراكسي ممكن البيش ابراكسية يعني ما يقدر يمشي يعني يصير stuck stuck on the ground ما يعرف يمشي الحركة اللي تخلي يمشي ما يعرف يسوي هو ما عنده براليس المصل يعني يصير بها كونتراكشن بس شنو هو ما يعرف يسوي الحركة هاي اذا ضربت البريموتر اذا من تسمع ابراكسي هاي مو سا بريموتر بريموتر كورتكس طبعا ابراكسية ممكن تصير راح نشوف انه ممكن تصير بالبريموتر لوبهم نحتيها بوقتها لكن اذا اخليها ببالكم هذي صار عنده كونترا لاتر هميبليجيا و هميباريس لابراكس زين زين اكو همين هنا في منطقة يسموها الفرونتال آيفيلد هنا تقريبا صعيرة الفرونتال آيفيلد اذا ضربت هايش مسؤولة الفرونتال آيفيلد هاي مسؤولة انه تخليك تباوع صفح يعني انا الرايت فرونتال آيفيلد هو اللي خليني اباوع لليسر يعني هسا انا عندي هاي عين و هاي عين تمام اخش اذا عرض اباوع لليمني اذا عرض اباوع لليمني يعني اسوي هاي الحركة يعني اباوع لليمني هاذا الليفت فرونتال آيفيلد مسؤول عليها اذا عرض اباوع لليسر الرايت فرونتال آيفيلد مسؤول عليها اذا الفرونتال آيفيلد انضرب يعني لنفرض الرايت فرونتال آيفيلد انضرب احنا قلنا الرايت فرونتال آيفيلد شن دوره يخليني اباوع لليسر واللفت يخليني اباوع إذا رايت مثلا نضرب رايت يخليني بب autonomy إذا رايت ينضرب راح العين شصر deviation to the right إذا رايت frontal eye field نضرب هو يخليني با Kampf يقوم بanni اليسري إذا نضرب راح العين deviated to the side of the legion يعني نضرب رايت العين سيbride to the right إذا نضرب quelqu BL похож العين deviated to the left أن يخ제로ها بالكب i will be Steady to the side of the lesion Na tubrab zwist north Deviated to the right Na tubrab zwist旁 يعني سيد بمعلومة يnisوع trainings سيد نأ Amerika سيد الدم مميكون نأتي الـ Frontal لابش حتيني بالـ Frontal حتيني الـ Primary Motor وحتيني الـ Pre-Motor Cortex المسؤول عن الـ Planning زيان المسؤول عن الـ Planning وحتيني الـ Frontal i-Field إذا نضرب زيان هس نحتي عن الـ Pre-Motor Cortex هاي هاي اللي هي كلش المست فرونتال بارت يعني الفش المقدمة هاي الـ Pre-Motor Cortex هاي المنطقة هاي ش مسؤولة؟ هاي هي اللي تطيق شنو This is the legion عفو المنطقة اللي قلنا اللي تساو اللي This is the part of the brain that makes you who you are هاي هي اللي مسؤولة عن عن الـ Personality ماتتك عن ال- Reasoning ماتتك عن التفكير ال- Decision Making الـ Pre-Frontal الـ Frontal لاب أخذنا الـ Primary Motor وأخذنا الـ Pre-Motor واخذنا الـ Frontal Eye Field هاي ش نحكي عن الـ Pre-Motor Cortex هاي المسؤولة عن الـ Reasoning عن الـ Judgment عن الـ Decision Making هاي إذا نظر بيت الشخص تتغير شخصيته يصر شخص ثاني راح يفقد what makes him a human راح ال- Patient يصير بـ Disinhibition ال- Pre-Frontal Cortex هي اللي تخليك انت human ومسيطر على غرازك مسيطر على يعني مسيطر مخليتك انت انسان ومخليه مضيتك الشخصية هذا الـ Patient إذا نظر بـ Pre-Frontal Cortex راح يصير Aggressive راح قابليه تعال تفكير تضعف راح الشخصيته تتغير راح يصير Disinhibition راح يعني شنه Disinhibition راح يبدي يسوي Unappropriate Behavior Socially Unappropriate Sexually Unappropriate Behavior هاي الـ Pre-Frontal الممري ما تتتأثر Decision Making ما تتتأثر فهذا إذا نضرب يسمو Frontal Lobe Syndrome Personality Change Aggressive Disinhibition زين أما هاي التريمر والديستونية هاي ممكن تصير بس هاي سعب ما لكم علاقة لها احلي اكو اكو مناطق اخرى بالبراين هي الواضح عليها هاي الأشياء فهذا الـ Personality Changes هذا هو المسؤول على Higher Cognitive Function الـ Pre-Frontal Cortex هايخلوها ببالك زين فـ Patient إجاك الـ Personality تغيرت ماته صار Aggressive صار شخص ثاني زين واكو قصة دائما يروهها لفالشخص وينه اسمه Phineas Cage أو Gage هذا فالشخص كان كلش kind ولطيف وهاي صار عنده فتشي كلش يعني يعني كلش دراماتيك شوفوه صارت عدة هيش يضاربه وعاش يعني ظل عايش الـ Frontal Lobe انضرب ماته تحول الى مجرم كان كلش انسان يعني شنو شنو لطيف ومرتب وهاي صارت عدة هيش يليجين يعني ضربه كلش قوية بالـ Frontal Lobe وعاش ما ادري شلون عاش تحول الى شوفوه شون تحول الى شخص ثاني وصار Aggressive وصار Murderer يعني صار شخص تعبان للأسف فهو هاي الفكرة بالـ Pre-Frontal وطبعا هذا الشيء يخليك يعني تبدأ تبدأ باوط ألوات ف ف